شهدت محافظة شبوى انطلاق المهرجان الخامس للتراث والفنون الذي ينظمه مكتب الثقافة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار شبوى تراث وفن أصيل نابذ بالحياة استهلت الفعالية بلوحة افتتاحية زاخرة بالحياة أقيمت على أرضية ملعب لوسيل في مدينة عتق حيث تجسدت روح المهرجان بعرض كرنفالي مذهل أغفى طابعا فنيا فريدا تم الافتتاح اليوم المهرجان الخامس للتراث والفنون في محافظة شبوى وكان حفل متميز وحضور جماهيري مقبول وبشركات المدينيات مقبولة أيضا وتخللت عدد من الرقصات في المحافظة شبوى يتميز أيضا مهرجان هذا العام بمعارضة أكثر تنظيما من العام الماضي الفرق الشعبية من 17 مديرية أبدعت في تقديم فنون الرقص التقليدي في مشهد يعبر عن عنق المورث الثقافي للمحافظة وبرزت الزوامل الشعبية بأسواتها الجماعية المميزة تروي تراثا متجذرا في تاريخ شبوى كما أذهلت في الكتاء الهجان والخيال الحضور بعروض مبهرة استعرضت مهارات الفروسية مما أفاعل الفعالية رونكا خاصا شاركنا اليوم بعادات تقاليد أهلنا التراثم من الزام الشعبي والرقصة العربية التي تدل على ملامح اقتناص الصيد والحركة السريعة الاقتناص المكان لأخذ القنيصة فهذه عادة تقاليد تتشرف أن تبقى جيل بعد جيل وكان محفل وكان نفال صراحة يعني ناجح مبهر وتتجلى أهمية شبوى كعاصمة للثقافة وأرض تحتضن أصول الحضارات القديمة فقد قامت على ترابها ثلاث ممالك عظيمة وهو ما يجعل العناية بتراثها إرثا ثقافيا لا يستهان به وقد جاء هذا المهرجان ليؤكد على أهمية تعزيز وحماية الموروث الشعبي وتعميق الانتماء والأتزاز بالهوية الشبوانية بين الأجيال